طيب سيد شريف عايز سألك على حاجة كنت بتكلم فيها في الانترو النهاردة فكرة انه اتحاد الكورة دائما نتحدث عن بيانات لا علاقة باجتماعات بلجلة الحكام حكام وخلافه فين بقى تطوير قطاعات الناشئين فين بقى المحترفين اللي هنزودهم او هنطلعهم فين بقى التطوير الحقيقي بتاع الكورة اللي في مصر اللي هو مفوظ فعليا ده شغل اتحاد الكورة انا تفهم انه رجل الحكام وسلمناه لكلاتنبرج وسلمنا كلاتنبرج يخلص مع بعض يوم كده الباقي بقى فين؟ اولا الاجتماع اللي هيحصل دوت اللي هو الاتحاد والربطة ولجلة الحكام وجلاتنبرج ده عشان بيان بيرامدس مش عشان عاجة تانية خالص ودي اول مرة تحصل ما الاهلي طول السنة اللي فاتت او سنة اللي فاتت بيطلع بيانات واكتر من نادي السنة اللي فاتت اشتكم التحكيم ده عشان بيان بيرامدس بتاع بقى احنا محتاجين ايه بقى عشان نطور الكورة؟ يعني انا نفسي دايما اقول ايه؟ انا بطلع على الهوى اقول ايه؟ انا هبقى ايجابي النهاردة واقول والله جماعة صباح الخير لو انتم شغلين بالكو هو مفوت تعمل كذا 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 الناس تحب مصر نا متحبش الكورسي يعني حب تطوير الكورة المصرية هو حد درس ايه اللي حصل في التجربة المغربية دي؟ وصلوا ازاي لكده؟ كنا نتكلم عندهم متخب قوي كده؟ حد بحث هنا اللي جان بحثت هنا حد تتكلم عن حاجة اسمها اكاديمية محمد السادس او محمد الخامس ماشي؟ احنا نتكلم انتم تكلمت؟ لا انا نتكلم من كور احنا نتكلم احنا نتكلم حد قال ازاي اللي العيبة دي طلعت في السن صغير احترفت في أوروبا وبعدين جابوهم كلهم وليعبوا دلوقتي وبلعبوا في كلاس ايه في أوروبا فان ديه الكلاس ايه في أوروبا حد شاف الكلام ده؟ انت صفر صفر منتخب اول صفر منتخب شباب صفر منتخب اولمبي ده اللي اعلم هيروح فين؟ يعني سيبك بقى مش المنتخب اللي راح على الولمبيات ان شاء الله يبقى سيف صفر منتخب ناشئين ان شاء الله يبقى سيف صفر بصة اصلا بتبقى واضحة الامور الناس مش دريانة الناس راحت اتفسحت مجلس الاندارة بتاع التحدي اغلبهم راح اتفسح في كاس العالم في القطر حد درس الملاعب دي اتعاملت ازاي حد درس ارضية الملعب دي اللي اتعامل استضافة البطولات دي اتعاملت ازاي وصلت للنتيجة دي ازاي بالجودة دي ازاي ما حدش كله كان بتفرج وروح تصور وانا حضرت 64 ماتش وانا حضرت 13 ماتش وانا حضرت ماتشين لكن حد قالك ازاي نستفيد من تجربة الناس دي ازاي نستفيد من التجربة المغربية دي ازاي تستفيد من الدول اللي بقى تقل منك اللي كانت تقل منك ودلوقتي تتفوقت عليك في الدورة انت معندكش دورة انت هاتلي انا بقولك ليه بقى كاس العالم كوالتي ضعيف كوالتي اللي موجود من اللعيبة ضعيف هاتلي لعيب خمس مباريات وراء بعض مستوى ثابت في الدورة في مصر لا يمكن لا يمكن يعني زيزو دا اللي كنا طايرين به ماشي الماتش الأخير بتاع الاتحاد او ثلاث ماتشات الأخيرة دي مستوى في النازل في النازل امام عشور السلية مرة فوق ومرة تحت حمد فتحي مرة فوق ومرة تحت محمد منعي مرة فوق ومرة تحت دي العناصة الأساسية في المتخ ماشي اه الاهل والزمالك الرأس الحربة بتاعهم مش موجود في المتخ ام يعني المهاجم بتاع المتخب مصر اللي كان دايما يعني انت في 2005 عب حليم علي ميدو عماد متعب حسام حسن عمر زكي عمر زكي مش هما دول كان اهل وزمالك وميدو بس اللي محترف فيه انت عارف ان فيتوريا كان عايز يضم مين ام دغمون بتاع الاسماعيلي لا ما تمزرش دغمون بتاع المصري دغمون بتاع المصري اه اللي هو الجزائري الجزائري اه بتاكد بتوزر دي معلومة والله بجد كان في المباراة ام وتفرج عليه ام وبعدين بعد حد يسأل الادارة بتاع المصري بيقول له عايز جواز السفر بتاع عبد الرحيم دغمون سأل له الرقم اه قال له الرقم اللاعب يعني عبد الرحيم دغمون قال له عايزه ليه فيه يعني عرض جايله هيحترف برا او حاجة مثلا قال له لا عايزين نضمه للمنتخب قال له تضمه ايه ده جزائري والله اتكلمك بجد يعني وقعة حقيقية حصلت فيتوريا يفكر ان دغمون مصري كان عايز يضمه للمنتخب الله كانت صدمة يعني صدمة بشتزعل برضو انه احنا عندنا كسور يعني انه بزر